مع بداية فصل الشتاء السلمة بتتصدر الأمراض التنفسية المشهد مع اختلاف بروضة الطقس وشدتها ودائماً الإلتنات التنفسية بتتصدر المشهد دائماً تصاب الأطفال يعني تتلاقي في قلق كبير عند الأهالي لأنه بشكل مستمر واليوم عم نشوف جائحة كتير كبيرة حول الأمراض التنفسية عند الأطفال ويمكن لأول مرة عم نشوفها جاي بقوة يمكن وشدة قوية مزبوط نور ويمكن بالفترة الأخيرة شهدنا كمان تساؤلات كتير من الأهالي عن الإلتنات التنفسية بهذه المرحلة وخصوصاً تزامن هاي الأمراض اللي هي ممكن يكون أكثر شيوعان بجوز بالوقات العادية ما كنا نسمع كلها الاعتراضات لأنه ما كان في كورونا هلأ صارت الناس تخاف وتخاف أكتر لنحكي أكتر عن الإلتنات التنفسية اللي بتصيب الأطفال أكثر شيوعان شو الفرق؟ ليش بالله عن طفل الحدة مختلفة أكتر من عن طفل آخر تطور هذا الشي علاجه وكتير من الاستفسارات طبعاً رح جاوبنا عليها ضيفتنا على اختصاصية الدكتورة نوار برادعي اختصاصية بالأمراض الصدرية سعى الصباحك وأهلا وسهلا فيك صباح الخير سعى صباحك سعى صباحك يمكن حكينا بالمقدمة قدش هيدا الموضوع بشغل بالأهالي خصوصاً مع إصابة الأطفال المستمرة يعني تلاقيه هلأ كل الأطفال مصابين بالرشح وعندهم مشاكل بالجهاز التنفسي خلينا نحكي عن الأسباب المسببة لهذه المشكلة المشكلة بالجهاز التنفسي بالبداية وخصوصاً مع الأطفال هلأ هي عدوة غالباً عدوة فيروسية تكتر بهذا الوقت من السنة لأنه بتنشط الفيروسات التنفسية بهذا الوقت من السنة وخاصة أنه نحن بيكون في عنا مدارس بيكون في عنا روضات هي أكتر شي بالروضات بتكون منتشرة بيدروا الرعاية عند الأطفال أيضاً تكتر بأعمار صغيرة يعني ممكن تحت السنتين بتعملهم شي بيتسمى التهاب قصيبات شعري فبتظاهر على شكل خصوصي عند الأطفال الصغر على شكل ضيق تنفس لذلك الأهل بيكونوا قليقين ونحن يزاد القلق بهذا الوقت أنه في عنا كورونا مثل ما حضرتك قلت فصاروا يخافوا أنه هل يترى هذا كوفيد هل يترى هو قريب عادي وهو فعلاً يعني صعب التمييز بيناتهم لأنه الأعراض بتتشابه بالحالات الخفيفة من الكورونا لذلك في قلق حول هذا الموضوع نعم دكتورة بأحد المرات أحد الأشخاص اللي ينصابوا بكورونا وكان شخصية مشهورة قال أنه حسب التصنيفات العالمية طلع في أكتر من 125 عرض لكورونا ومع المتحويرات الجديدة اللي عم نشوفها ونشهدها بهذا الوقت صار التمييز يمكن بحاجة لكثير من التحليلات تحليل الدم المسحات وما إلى غيرها ممكن للأشخاص اليوم قادر مادياً يروح يتكلف ويعمل هاي التحليل وإذا صاب ابنه بيبلش بالمراقبة طب خلينا نحكي اليوم يمكن الأعراض تتشابه ولكن الفترة الزمنية بعض يمكن خليني يقول الاستجابة للجسم طريقة الاستجابة للأدوية وما إلى ذلك ما بتقدروا تفرقوا مع الوقت إذا هو كوفيد أو هو إنترانات تنفسية هلأ هو بالحقيقة بالحالات الخفيفة صعب التمييز بيناتهم أنه هنا الأعراض متشابهة تقريباً التمييز بيكون ما بيصير في عنا حالات أشد بيصير في عنا ارتشاحات رئوية بنعمل صور بيبين أنه في عنا ارتشاحات بالجهتين وصفية لكوفيد إذا بننميز فعلاً بيناتهم لازم نعمل المسحة حتى المسحة مدائماً بتكون إيجابية في عنا شيء اسمه سلبية كاذبة طبعاً نسبتها أقل لكن ما في داعي لحتى نعمل المسحة لحتى انميز لأنه هو التدبير غالباً رح يكون واحد لهو العلاج العرضي يعني الكورونا هو إنتران فيروسي والإنترانات التنفسية الفيروسية عند الأطفال أيضاً مصدره فيروسي ممكن يكون الفيروس المخلوي التنفسي المخلوي اللي هو الـ RSV اللي كتير نحكي عنه بآخر فترة هو فيروس قديم موجود من زمان بس هلأ كتير صارين حكي عنه لأنه في كوفيد ولأنه يمكن السنة الماضية كان فيه تدقيق أكتر أو كان فيه حرص أكتر فما كان فيها الانتشار الواسع وظروف تغيرت لا ما تقول إنه مريضة العادي كان واحد يقوله مرشح مقرب عادي هلأ إذا واحد رشح وقرب ما يقوله مرشح أو مقرب صح مضبوط ويمكن الظروف أيضاً اختلفت يعني ما عادت في إدراء أنه ينعزل الشخص صحيح مثل قبل لذلك ما في داعي لحتى نعمل مسحة نميز بيناتهم أساساً الكورونا بالحالات الخفيفة علاج عرضي يعني فيه حرارة منعطي خوافة حرارة ما بدأ علاج نوعي بالحالات الخفيفة وكذلك الإنترنت التنفسي الفيروسي عند الأطفال يعني هي تظاهراتها بتبلش بسيلان أنفي بترفع حروري ممكن يستمر لعدة أيام بسعال فأنا هون بعالج علاج عرضي يعني ممكن أعطي بخاخات موضعية للأنف لحتى نخفف من هذا السيلان ممكن أعطي خوافة حرارة فقط لا غير إذا صارت الحالة أشد في علاجات نوعية أكثر طيب دكتورة خلينا نحكي عن كثير من الأمهات اليوم عم تتابعنا وعندها دائما نقلق تجاه أطفالها اليوم عم نسمع بإصابات إنتانية تنفسية مثلا قوية لأي درجة بتوصل هون القوة والخطورة يعني بنسمع مثلا أخذ الطفل يعمل كله جلسة رزاز أخذ أنتيبيوتك التهابات كثير وما نفع حتى الأدوية بتلاقي مسلا دكتور بيصف لك مسلا فخلينا نحكي يعني درجات الالتهاب كيف بتختلف كيف ممكن نتعامل معه وقديش يمكن مثلا أحيانا الأن بتقول لك لا معلش إذا مرشح بنتركه مشان تقوى مناعته والمحيط بيقول لك ابنك ما غنجته زيادة إذا عطصتك تاخذي على الدكتور تركي هالفترة ممكن يطيب كمان هاي مشكلة عم نشهدها اليوم هلأ يعني أعراض الخفيفة مثل العطاص السيلان الأنفي الترفع الحروري البسيط هلأ المواجهة هلأ كله عم يجي قوي عم يجي قوي عم يطور لسعال شديد صحيح هلأ لما بتكون الأعراض ببدايتها هيك بتكون على شكل ترفع حروري سعال سيلان أنفي هي تدبيرها بسيط بيكون يعني أنه نعطي سيتامول نعطي أي خافة حرارة ممكن نعطي مثل ما قلتلك بخاخات أنفية موضعية وهون كتير مهمة لأن ممكن يصير في عنا بدل ما يعني مو بس سيلان أنفي وظاهر في عنا شي اسمه سيلان أنفي خلفي هذا نفسه وهي المفرزات بترجع لورا بتنزل على صدره بتعملي أيضا سعال معند يعني بنعطي جلسات إرزاز بنعطي مسكينات سعال وطبعا هذا غلط أنه نعطي مسكينات سعال ممكن في مرضى بيضطروا ياخدوا كورتيزون وما بيستجيبوا لأنه ببساطة السبب سيلان أنفي خلفي علاجه ببخاخة أنف موضعية أهلا في حالات أشد بتجي بيصير في عنا شي اسمه وزيز بالصدر يعني بيصير صدر الطفل عم يزمر للوالدة بتقدر يتميزه بيصير في عنده تسرع بالتنفس في أطفال بتلاقيهم عم يمارسوا حياتهم طبيعي لكن هنه عم يلعبوا بيصير في عندهم تسرع بالتنفس وعال متواصل صحيح لأنه نسبة الكورتيزون بالجسم بتنقص نسبة الكورتيزون بالجسم بالليل وبش الصبح لذلك بيزيد الوزيز بالليل هلأ هي بتقلد هجمات الربو لكن هو ليس الربو هو سعال تالي للإنسان الفيروسي علاجه معلش ممكن نضطر نستخدم هون جلسات الإرزاز وهذا صح نضطر نستعمل بخاخات الكورتيزون الموضعي وأنا يعني بعاني كثير لأقنع الأهل ببخاخة الكورتيزون الموضعي لأنه هو ما بيضر الطفل بالعكس هو هون دوره أحسن ما نعطي الطفل شراب كورتيزون المشكلة بيستخدامه الخاطئ هي النقطة هلأ الأطفال ما في الطفل بيعرف في استعمال لا قلق الأهل يقول استخدام الخاطئ بس هون لما توجهي للطريقة الصحيحة أكيد ونحن ما بنعطي بخاخ للطفل بلا ما نشرح له أنه لازم يستعملوا عن طريق حجرة إنشاق طريقة الاستعمال الصحيحة غسلة بعد الاستعمال يعني شوية توجيهات للأهل أحسن ما نضطر يعني حتى الصادات ما لدور لذلك هو بياخده كثير صادات بيجي لعندك الطفل آخذ صادين ثلاثة وما نهو مستجيب رد الدكتور بيعطيه صاد إضافة ما نهو مستجيب هون الصادات ما لدور إلا إذا صار في عندي إنتان جرسومي مختلط مع الإنتان الفيروسي بيبين بالفحص السريري وبعض الأسئلة طيب دكتورة خلينا نحكي اليوم الإنتانات بتتطور بشكل عام وخصوصا عند الأطفال وفي كثير بيأدي يعني ممكن يكون مبلش الإنتان مثل ما قلنا بالأنف وجيوب وكذا ينزل على الحلق وصير عنا التهابات بالعومية وفي كثير منها بيطنشوها بيقولوا عادي اللوزات إذا التهابوا ما في مشكلة هنا نصد دفاع عن الجسم هاي الإنتانات مع الوقت والتعنيد اللي بتصيف فيه ممكن تأدي الأمراض أخرى عند الأطفال أكيد طبعا يعني شفنا في روميتزم بيأدي بينصاب بسبب التهاب باللوزات في غير نحكي تطور الإنتانات شو ممكن يأدي هلأ بدايتها بتأدي لتأخر بنمو الطفل يعني دائما عنده إنسانات متكررة أكيد حيصير في عندي تأخر بنمو الطفل بتلاقي أقل من أقرانه حتى تطوره الروحي الحركي حيكون متأخر لأنه نومه بالليل ما نظابط في عنده عسرة تنفسية أثناء الليل وبالتالي تنعكس على أداءه وتركيزه أثناء النهار أيضا بكل إنسان تنفسي نحن عم يعني الجهاز المناعي عم يشتغل في عندي يعني في عندي آلية التهابية بالجسم عم تصير هذا مثل ما ألتي حيأدي لممكن لفقر دم بسبب يعني التهابات مزمنة بدي تأدي فقر الدم حيأدي أيضا لمشاكل أخرى صوصي إذا الطفل عنده أساسا موجودات يعني إذا كان في عنده أمراض قلبية بالعائلة بالخلقية أو إذا في عنده خلقية عفوا أو إذا في عنده أمراض تنفسية مثل ربو قصبي أو في عنده داء لي في كيسي أو في عنده دوسع قصبي أو أي شيء يعني هذا كله رح يساهم بتأخر نمو الطفل وأيضا بمعاناة الأهل وحينشر العدوى للأسرة بشكل هي دائما دائما نحن يعني نحن هلا أنا اختصاصية بأمراض جهاز تنفسي عند الكبار وأيضا نعالج الأطفال لكن أنا أكثر اللي يعني اللي بيجوا لعندي هنا الكبار الكبار عم يجوا مصدر العدوى عندهم عم يكون من الأطفال يعني أنا دائما بسأل الأهل أنتوا عنكن أطفال بالبيت مصابين بيقولوا لي إيه بتلاقي الكبار اللي عم يوصلوا للمشفى مصدر عدوتهم من الأطفال العدوى عندهم لذلك كتير المهم أنه نحن نعالج الإنسان التنفسي عند الأطفال لأنه هي أيضا حتنشر العدوى بالمجتمع طيب الدكتورة يمكن بيقولوا لك إذا الولاد نصاب بالرشح أول مرة وتاني وراء بيكون أخف درجة الجسم اكتسب مناعة بس اليوم يعني عم نشوف هذا الشيء ما نو صحيح لأنه اليوم عم نشوف لا يعني عم ينصاب بالرشح وعم يكون شديدة عليه وبيقول لك الأم بين الرشحة والرشحة عم يكون فيه رشحة فهون شو السبب يعني بغض النظر مثلا نقول الإنسان التنفسية أو مشاكل أو الطقس طب فعليا حتى مقاومة الجسم عم تكون مختلفة ولا هي نفسها لا هي لأنه ما عنا نحن مناعة من يعني هو ما بيعمل مناعة دائمة هذا هلأ ممكن أو لأن الطفل كمان صغير ما عنده المناعة الكافية حتى لو كان يعني أنه لقاط الإنسان الفيروسي الجسم ما بيشكل مناعة دائمة من هذا الإنسان الفيروسي هلأ فيه ممكن نضطر لأخذ اللقاحات اللقاحات بدأ من عمر سنتين نحن نقدر نعطي لقاح الإنفلونزا لقاح الإنفلونزا غير المناعة اللي بيكتسبها الجسم لأنه هذا اللقاح هو المكون من عدة مكونات بتشوفش الإنسان الفيروسية الشائعة اللي كانت خلال ستة شهور السابقة وبيكونوا اللقاح حسبها طبعا هو بتطور كل ستة شهور هذا اللقاح المفروض فهون اللقاحات إلى كتير دور خصوصي إذا الطفل دائما بيصير في عنده إنترنت فيروسية أيضا مثل ما قلت لكم الظروف تغيرت يعني بتلاقي بالصف كتير أطفال قاعدين مرد هالطفل هلأ أوطاب مرد طفل بعده مجعبين عدة مرة تانية يعني هو ما بدأين هي ما بدأ كتير كمان يكون في ألأة من الموضوع إذا كانت الأعراض خفيفة إذا كانت الأعراض أشد بدأ يكون فيه وعي بس من قبل الأم وأنه ما في مشكلة إذا صار في عندي سعال بيستشير الطبيب الطبيب بيقول لي استعملني البخاخ بيستعملني البخاخ بيتحسن الطفل أما توجد شعر دواء الالتهاب أنا هلأكن بدي أقوله أنه أني أعطي الطفل دواء الالتهاب كل ما مرد ممكن يعمل له إسهالات ممكن يعمل لي مشاكل ثاني ممكن بعدين يحتاج دواء الالتهاب ما عاد يكون فعال عنده لأنه ما عاد يستجيب جسمه عليه لذلك المشهورة الطبية لو على الهاتف مهمة أكيد ويمكن دكتورة هلأ بهذا الوقت الناس صارت باللا شعور صار عندها خبرة من كثير ما سمعت ويمكن السنة هي والسنة الماضية واللي قبلها الحديث عن كورونا صحي خلى الناس تقرأ أكتر تسمع أكتر تشوف تفاصيل أكتر بما يخص الإنترنات التنفسية بالذات خلينا نحكي اليوم عن أبرز العلاجات وفترة العلاج الطبيعي يعني اليوم أنا رحت وتشخص أنه أنا عندي مشكلة تنفسية كطفل قدش فترة العلاج شو الشغلات الطبيعية شو الشغلات المانا طبيعية وهم بحاجة لأستشارة أخرى هلأ البداية العلاج هو الراحة من كثير سوائل للطفل الراحة بالدرجة الأولى وتدفئة جيدة يعني ما يتعرض لفروق بدرجات الحرارة ما يكون قاعد بغرفة دافية يطلع لغرفة باردة أو يكون بجو بارد أو مثلا هلأ بيسألوني كثير عن الحمام الحمام ما أنا مضاد استطباب أفدا لا بالرشوحات ولا بالكورونا لكن لازم يكون الحمام دافي وبره دافي هاي بالدرجات الخفيفة ما بدنا غير هيك وشوية علاجات يعني لازم الأم يكون فيه عندها خوافة حرارة بالبيت لازم يكون فيه عندها أطرات سيروم من الحين الأنف هي كتير مهمة لحتى نشفط هاي المفرزات تطلع لبره بلا ما ترجع لوره وتعمل لي سعال معنية ممكن نعطي أطرات مضاد احتقان موضعي أو بخاخ طبعا مضادات الاحتقان لا يفضل استعمال أكتر من خمس تيام إذا استمر الاحتقان أكتر من خمس تيام العطوطة أم لا؟ لا بس مضادات الاحتقان يعني يفضل أنه ما تستعمل أكتر من خمس تيام لأنه بتعمل دمور بمخاطية الأنف ممكن بعدين تعمل لي مشاكل إذا اضطرينا ممكن يومين زيادة بس مو أكتر من هيك سيرومات الملحية كتير إلى دور هون بالأنف وإذا اطورت الحالة أكتر يعني صار في عندي سعال فعلا تأكدنا أنه هو مانو سيلان أنفي خلفه ممكن نعمل جلسات إرزاز للطفل إذا فيه عنه وزيز أو نعطي بخاخة كورتيزون موضعي عن طريق حجرة إنشاء الحالات الأشدية اللي الطفل بيكون فيه عنده ربو أو تحسس بسهلا تطور للربو بعد الإنسان التنفس يعمل له وزيز ممكن نضطر نعطي شراب كورتيزون فترة معينة أربع خمس تيام طبعا حسب توجيهات الطبيب وشربات العشبية يعني زهورات السوائل الدافئة الصادات كل حالة بحالتها بيتم تقييمة طب دكتورة خلينا نحكي عن عمر الطفل يعني لهكي سألتك بالبداية عن الأدوية لأنه أحيانا تشوفي مثلا دواء أو اتنين ممكن يأخذوا الطفل ودكتور آخر يوصف لك أكتر من دواء بتقول لك آخر شي أنه هاي الأدوية يمكن ما عد تنفع عمر الطفل بيلعب دور لما أنا بدي أعطي أدوية حسب وزنه أكيد أو مثلا بنحكي عن البخاخات أنه طفل رضيع يختلف عن طفل ما فوق السنتين هلأ البخاخات فيني أعطيها بأي عمر ما عنا أي مشكلة فيها بس طبعا بتختلف حسب عمر الطفل بالنسبة للصادات أيضا متنعطى لكن الانتانات يعني بعمر بأول ستة شهور غير شائعة عند الأطفال لذلك الصادات يعني نادرا ما تستعمل إلا يعني فيه إلى حالات نوعية ممكن نضطر نستعملهم فيها بالنسبة للأطراط أيضا فينا نستعملها بأي عمر منا يعني ما في عمر معين للطفل لحتى نستعمله فيها هلأ الراشات الطويلة بترجع لأنهم يعطي تحاميل مسكن سعال بيعطي شراب للسعلة بيعطي دواء التهاب بيعطي جلسات إرزاز بيعطي فهي هون بتكبر الوصفة لذلك مثلا شرابات السعلة أنا نادرا ما أوصفها لما بكون عم بعطي بخاخ أو جلسات إرزاز لشو مثلا نعطي أطرم نعطي بخاخ هذا كافي يعتبر بالإنترانات التنفسية الفيروسية صد الحيوي ما قاله أي دور بالإنترانات التنفسية الفيروسية إلا إذا كان في عندي شيء مختلط هذا الطبيب يلي بيقدر يكشفه أكي كمان دكتور رغلين نحكي شوي عن العلاج المنزلي أو فينا نقول صيدلية الطبيعة أدوية طبيعية اللي هي دائما كانت موجودة وهلأ يمكن في كتير ناس ما كتير عم تستخدمها مثل الشرابات الساخنة مثل ما بيقولوا التبخيرة واحد يعمل تبخيرة قد إلا فوايد وقد فعلا هي مفيدة للأطفال وحتى للكبار هلأ هي إلا فائدة بس أنه ما يعتمدوها الأهل ويستغنوا عن الوصفة الطبية أكيد أصلا شرابات الساخنة هلأ الآمنة استعمالها هي طبيعية بالعكس إذا شربها يعني مثلا على سبيل المثال شراب مكون من زعتر بري بيعطي الطفل نعطي الطفل خمسة ميلي يشرب كاسة زهورات تقريبا نفس الفعالية إلا إذا الطفل في أطفال كتير ما بتتقبل تشرب الزهورات لذلك منضطر نعطيها السوائل الدافية بحد ذاتها هي إذا في عنا احتقام بالبلعوم هي بتريح الصدر وهي الخط الأول بالعلاج اللي هو الاكتار من السوائل حتى السوائل هي بتساعد على إذابة المفرزات إذا في عنا قشعة كتير إذا في عنا مفرزات أنفية كتير بلا ما نعطي مقشعات لأنه هي الطفل ما بيقدر يتقشع أساساً منعطيه سوائل أفضل وهون صحيفي كتير أنا بلاقي أحياناً وصفات فيها مقشعات هي غلط إعطاءة عند الأطفال لأنه الطفل ما بيعرف يتقشع لذلك ما بصير نعطي مقشعات يعني تمزل على صدره محبوسة ما بيعرف يطالعها أصلاً نعم يعني النصائح مفيدة كتير اليوم وإن شاء الله يكون لكل الأهالي يستفادوا منها شكراً لحضرتك شكراً لكم يعطيكم ألف عافية شكراً لك دكتورة وحاولنا يمكن نسأل كل الاستفسارات الممكن تخطر على بال الأمهات والأهالي نتمنى الصحة والسلامة لكل الأطفال شكراً كتير لك يعطيكم ألف عافية شكراً لك